للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل باهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا يسأل كثير من الناس ويشغلوا بالهم قضية تعلق بالتجميل والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن الكبر قال بعض الصحابة يا رسول الله لكن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلة فقال إن الله جميل يحب الجمال فيكون الثوب جميلا والنعل جميلا والهيئة جميلة أمر مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في أصل الدين بالنظافة وبالتجمل وكان أجمل الناس وأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد نساو ولدت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عالي القدر كان مثالا للجمال ولذلك فكل الأسئلة التي تدور إنما تدور حول حل التجمل وأن يكون الإنسان في جماله ونظافته وبهائه يعني كالوردة التي نشمها ويكون على هيئة يحسن النظر إليها إذا نظر إليها سرت وإذا غاب عنها حفظت وإذا أقسم عليها أبرت هذه صفات ممدوحة لكن في نفس الوقت نهان عن التكبر ونهان عن تغيير خلق الله ونهان صلى الله عليه وآله وسلم عن التدليس والغش كثير من الناس يقول أن هيئتي تثير التنمر فيريد أن يخرج من هذا التنمر فإذ به يغير خلق الله سبحانه وتعالى ومن هنا كان لابد من وضع قواعد تبين لنا أن دائرة الجمال مطلوبة وأن دائرة العدوان على خلق الله هي المحرمة وكيف نستطيع أن نميز بينهما كثير من الأسئلة التفصيلية التي تعرض علينا والتي قد أراها في عيونكم نريد أن نستمع إليها وأن نجري الحوارة عنها فضل مولانا بعد إذن حضرتك فيما يتعلق بالإذن هل يتطلب الإذن من الزوج في مسألة التجميل أو الوالد إذا كانت المرأة غير متزوجة وفيما يتعلق بحيث لو حصل اختلاف الأمر يرجع لمن فيهم وبعدين بحيث مثلا لو طبيب أو طبيبة لا يقوم بعملية التجميل خصوصا إن كان يعني يتعلق بمنطقة يعني فيها عورة أو كذا يعني أصل الناهي عن النمص نهى رسول الله عن النمص لعنى الواشرة والمستوشرة وكذا إلى آخره كل هذا من أجل الواصلة والمستوصلة الحديث معروف مشهور كل هذا من أجل عدم التدليس لإقامة الحياة الزوجية نص الأئمة الأربعة على أنه بعد الزواج يكون بإذن الزوج فإذا أرادت المرأة وأذن الزوج بهذا أو طلبه فلاها أن تفعل هذا طيب وعند الخلاف عند الخلاف يعني من اللي هيختلف مع من هو هيقول لها اعملي فها بتقول له لا خلاص يبقى لا والإمام الغزالي نص على أنه ده أمر يتعلق بها أنت بتقول لها غياري حاجة في جسمك وهي تمتلك جسمها مش تمتلك جسمها هي مختصة بجسمها فلاها أن ترفض لكن لو هي طلبت منه فأبى وقال لا ورأت أنه لأة بتاعته دي يعني كأنها ملزمة فلتطعه هو عايزها كتب فعند الاختلاف يبقى ما فيش لكن عند الوفاق يبقى فيه لازم الاتنين يتفقوا على هذا قضية الطبيب بقى ولا طبيبة ولا كده إلى آخر هذه ترتيبات يجب أنه راعيها طبقا للثقافة السائدة وطبقا للعرف وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في بعض الأحيان كما تقول أن العمل أو الاحتياج لا يسمح بأنه اختلاف الجنسين وفي بعضها يسمحوا بذلك نعم لو كان العكس يعني الزوج هو اللي عايز مثلا أن هي تزود مناطق معينة مثلا في جسمها أو تغير في حالة جسمها وهي اللي مش عايزة خلاص وهددها بالطلاق مثلا أو أنه تشوف أمرها توازن ما بين الطلاق وبين أنها تستجيب بس ما عليهاش وزر لو هي لا ما عليهاش وزر ولكن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثير فيه ستات بتعند لمجرد العند هي حر هنعمل فيها هي هنرغمها على حاجة هي مش عايزها طب طلقني هطلقك هطلقك خلاص يغني الله كل من ساعة موره فيه طلاق بس فيه حكمة نعم تفضل بعد إذا حركة مولانا عمليات التجميل دلوقتي بقت أمر واقع لا لا ما فيش حاجة اسمها أمر واقع وأمر غير واقع في حاجة اسمها ما عليش حلال وحرام إحنا هنا في المسجد ما إحناش في قليات الطب وإحنا هنا بنشوف حكم الله في هذه المسألة أما لو اتفق الناس جميعا على الحرام إحنا مش هنعمل الحرام لا يكون أحدكم إمعه يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسات واطنوا أنفسكم على أنهم إن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا يعني لا تظلموا أنفسكم لكن حكاية أن ضغط الواقع يضغط على ما فيش واقع يضغط علينا ولا حاجة ولذلك يجب أن يكون لا يكون أحدكم إمعه إم معا يعني أنا معا أنا معا أنا معا فصارت كلمة إم معا يعني أنا ما ديش دعوة بالشريعة أنا ليه دعوة بشوف الناس ماشية فين وحيثما هم ماشيين نمشي لا ده مبدأ مرفوض فيه ناس بتعتبر أن أنا لازم أبقى جميلة فلشان أبقى جميلة هروح أعمل عملية تجميل دي فيه ناس بتبالغ لدرجة أن ممكن توصل أنهم تستقصل ضلع بين جسمها علشان خاطر شكل معين للجسمية عايزة كل هذا يبقى تغيير لخلق الله وهذا من أعمال الشيطان ولأامر أنهم فلا يغيرون خلق الله فخلق الله سبحانه وتعالى لما نتدخل في تغييره بلا حاجة ولا احتياج يبقى إذن إحنا بنرتكم الخطأ والحرام طيب نستكمل ونشوف السؤال هنا تفضل مولانا إذا كان الرجل أو الست لا تحتاج إلى عمليات تجميل ولكن الرجل كان أصلع وأراد أن يزرع شعر هل هذا من باب الحلال أو من باب الحرام؟ زي ما قلنا أنه الاحتياج يعني الرجل لا يحتاج إلى خضية الشعر الشريعة لما جات حرمت على المرأة أن تحلق شعره وأمرت الرجل بالحلق جينا في الحج أصبح الحلق أفضل من التقصير كمان عند الرجل لكن المرأة تأخذ على قدر أنملة وتقص من شعرها يبقى إذن الشعر عند المرأة مسألة مهمة للغاية لكن عند الرجل لا ما هيش مسألة مهمة للغاية والصلاع قد يكون جزءا من الجمال عند الرجل ويكون مطلوبا أيضا فقضية الشعر عندما يكون الواحد ربنا رزق بشعر يكرم الشعر والنوع السلام قال أكرم الشعر وكان يتعهده وكان شعره يضرب من كبيه يعني يوصل لغاية الكتفين كده صلى الله عليه وآله وسلم اكرم الشعر من السنة ومن الجمال يعني إنما ما يصلش الأمر إلى أنه يروح يزرع شعر واحد يقولي طب أنا زرعت خلاص قبل ما أعرف الحكاية دي خلاص هل عليه بقى أنه يزيل هذا الشعر لا اللي زرع زرع واللي ما زرعش ما زرعش طيب تفضل بالنسبة لمولانا من باب التزيين اللي في صورات سلسلة حزازة خاتم الكلام ده حرام ولا حلال الخاتم حلال والنبي صلى الله عليه وسلم تختم بالخاتم وقلف في ذلك الإمام البيهقي أين كان يضع خاتمه إنما الحزازة دي ده إيه بالضبط حكاية الحزازة ما أخدش بالي أنا من الحزازة طبعا اسمها كفاية إنه هو يعني جاء من الحز يعني يعني هو بيجيب حاجة ويحطها علشان تجلب له الحز فده مش عندنا بعد دلاش حزازة الحزازة ده قدر الله سبحانه وتعالى هو يعطي الحضوظة للناس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا جميعا حسن الحظ فبلاش حكاية الحزازة دي خلينا في الخاتم فالخاتم من الفضة مباح للرجال نعم طيب فضلتك بالنسبة للوشم أو اللي هو التاتوي يعني والمايكرو بيلدنج والكلام ده حكم الدين في إيه؟ فضلتك بالنسبة للوشم أو اللي هو التاتوي يعني والمايكرو بيلدنج والكلام ده حكم الدين في إيه؟ هو القضية أن الدم عندنا بإجماع الناس المسلمين نجس النجاسة دي بيحصل إيه في التاتوي ده؟ التاتوي ده قديما أيام فيلم طمر حنة أن الجلد بنعمل فيه فجوة كده الفجوة دي بتصل إلى الدم فالدم بيملأ هذا البير أو هذه الفجوة أو هذا الخرم اللي خرمناه وبتيش تشبع بيها الجلد وأنا بحط فيه هذه الدم النجس بحط لون وكانوا يستعملوا حاجة اسمها التوتيا والتوتيا دي منها لون أخضر ومنها لون أزرق ومنها بعد كده بقى عملوا لون برطؤاني ولون أحمر وهكذا التاتوي الصيني كان لونه أحمر ويرسم بهذه الأبيار أو الثقوب اللي بتطلع دم يكتمها ويحط فيها هذه المادة اللي هي التوتيا فيرسم رسومات زي ما رسم على صدره الطمر حلمة اللي هي حبيبته في الفيلم التتوب الشكل ده نجس البشرة بتاعتي لأنه فيه الدم النجس ومالوش لازمة يعني إيه لازمة التتوب بقى ده ولا حاجة هو يعني حاجة عجيبة الشكل ولما كان يتشال كان يتشال بثاني أكسيد الكابريت يعني حاجة زي مية النار يعني حاجة وحشة أوي لأنه عايز أن أنا أزيله بيقولوا أنهم اخترعوا حاجة يعمل فيها الفاجوة دي بحيث ما يطلعش دم يعني تبقى فيه الظاهر البشرة بحيث أن العمق بتاعها ما يجيبش لغاية الدم ويحط فيها برضو التوتية هي هي دي فالمسافة البسيطة دي بتزول بالاحتكاك كل ما الواحد يستحمى أو كل ما الواحد يغسل أو كذا ولذلك تلاقيها تقعد 3-4-5 شهور وتزول تبهت 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 لأنه في الحقيقة أنه أنسجة البشرة الخارجية بتروح وبتمبت مكانها أنسجة يعمل زي الضوافر وطول الضوافر وحاجات زي كده إذا ما كانش فيها دم هتبقى مباح إذا كان فيها دم هتبقى ممنوعة فهي منعها مش لذاتها طب ما هي بنحط كحل الرجالة والستات بيحطوا كحل بنحط حيات أبيض وأحمر ونشعر فيه الستات يعملوا كده اسمه ميكياج ولا ميكاب ولا الكلام ده مباح ليه؟ لأنه على ظاهر البشرة يعني التجميل هنا تجميل مش تغيير لما نيجي بقى للحاجات دي ويقول لي والله ما بتطلع دم دي خلاص التقنيات الحديثة بالليزر والبتاع واش عارف ايه قدرنا ان احنا نزبطها انها ما تطلعش دم هتبقى مباحة ولكن عمليا ستات كتير يقولوا انه انها بتطلع دم برده مفيش فايدة يبقى بلاش من المخاطرة يبقى فيه هنا ورع بقى لان هي اذا كان اصلها انه ما بيطلعش دم لكن فيه احتمال انه الصنايع ده او الفاعل ده بتاع التتو ده او الفاعلة مش مش فاني اوي يعني فبيطلع معاهد الدم يبقى بلاش منه لانه هنا اختلط الحلال بالحرام يبقى يقدم الحرام تحرزا وتورعا لانه لا حاجات لنا فيه بهذه الكيفية نعم لو دلوقتي الاكستنشن سواء في الرموش او في الحواجب او الفيلور او اي حاجة من حاجات التجميل دي حرام من باب الغش والتدليس دلوقتي اصلا الحاجات دي كلها بتتعامل عادي على النت وبتطلع الستت افتر وبيفور يعني قبل ما تحطه الاكستنشن وبعده وكلنا دلوقتي بقى اننا بنشوف بعض فاهمين مين اللي عمل ومش عمل فبقى ده واضح هل بيبقى لسه برضه حرام زي ما قلنا من شوية انه الواقع لا يفرض علينا الاحكام ومش انه انتشر حاجة معينة في الفعل ان احنا نعمله وفي جانب اخر نفسي وهو انه طب هي البنت بتعمل كده بتعمل كده ليه اذا كانت متزوجة يبقى باذن زوجها تعمل اللي هي تعمله اذا ما كانتش متزوجة فهي بترسل رسالة مخالفة للحقيقة يشوفها الولد ويظن انها على هذا القدر من الجمال الخلقي ويطلع بعد كده انها ليست كذلك الترياء اللي البنات خدوها من الحكاية دي انه هي دوبك تدخل الحمام تغسل وشها طلعت اخويا حنفي وانه اللي حصل وكذا انتوا مبتقوش البلاوي دي بل البلاوي دي بتدخل البنت في قلم البنت لما اقولها انت حلوة وجميلة وكذا هي هي ربنا خلقها كده انها تحب هذا المعنى احنا كده الوقت لو قلنا انه ده يعني خلاص ده ما هم ماشيين كده وبكل حاجة احنا بنقلمهم احنا بنسبب قلم بمتعة زائلة فانا بس عايز ناخد بالنا من ان الشريعة وهي جاية وطلبة مني اعمل اعمال معينة وامتنع عن اعمال معينة القصد منها في النهاية سعادة الضارين انا عايز البنت دي تبقى سعيدة على طول تبقى سوية النفس تبقى وثقة في نفسها تبقى تعرف ان الانوثة في حد ذاتها جمال وانه هذه الانوثة ربنا خلقها فياجب علينا ان احنا ما نخبطش الدنيا ونزود فيها وهذه الزيادات تكر على المقصد بالبطلان مقصد اللي هو ايه اللي هو استقرار النفس والشهوة العابرة دي انها لازم تعمل كده علشان هي الناس بتعمل كده وكذا الى اخير ممكن مقاومتها وممكن ان احنا نتربى على غيرها لو استقاف اللي انا بقولها دي اللي هي بيدعو اليها الفقه الاسلامي راجيا من ذلك في النهاية النفسية السوية راجيا في النهاية سعادة الضرين راجيا في النهاية الالتزام بالحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها اظن انه سيكون افضل والله غالب على امره يعني احنا هنمسك كل واحدة ونمنعها من الاكستنشن ومش الاكستنشن ومعرفش سكنت بقولها صح ولا بقولها غلط لكن ما ينفعش يا اخوان يعني احنا عايزين نعيش في سعادة الضرين يلا بينا نعيش سعادة اخرى غير سعادة التغيير والتبديل واللي بيبقى وراها ساعات كتيرة نوع من انواع الاستهلاكات والفلوس والناس اللي بتكسب من وراها فضل من فضل مولانا ما حكم الشرع فالرجل ذو الضفيرة في شعره النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الضفيرة مباح للرجل انه هو يربي شعره وان شعره يتضفر فيه ضفرتين فيه فيه كذا الى اخرين او واحدة او واحدة تمام على الناس بتسال في المعنى ده يقولك وهل يجوز لي انه هو يخليه ديل حصان كدا باستك باااااااااااااااااااااااااه هو يجوز له هذا لكن في النهاية عندنا قاعدة عامة بتقول خذ العفوة وأمر بالعرفي وأعرض عن الجاهلين لما ألاقي إن هذه المباحة لما ألاقي إنه غير متاح إنه بيجر مشكلات وتصادمات وعدم فهم من كثير من الناس بلاش منه الحكمة ضلت المؤمن أينما ويدها فهو أحق بها فنعم مباحة لكن في حاجة عندنا في الشريعة برضو اسمها المباحة والمتاحة يعني أنا لو جت لك وده بسترينج كده في مجلس هنا دلوقتي في المسجد وبنصور في برنامج ديني وكذا إلى آخري إيه الحرام اللي أنا عملته يجرى حاجة آه يجرى يعني لأنه كده خركت عن إطار العرف بالرغم إن أنا عملت المباحة لكن مع عمل المباح ده هو إلا إنه غير متاح فقد يكون المباح متاحا وقد يكون المباح غير متاح نعم مباح ولكن غير متاح إلى لقاء آخر أستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته